يبدو أنه فصل جديد من فصول تغيير الديمغرافي في العراق التي بدأت منذ الأشهر الأولى بعد الاحتلال الأمريكي بقتل وتهجير سكان مناطق حزام بغداد وتجريف بساتينهم بدوافع انتقامية وأخرى طائفية مرورا بتشريع البرلمان قوانين ذات طابع طائفي وغيرها من سياسات دخيلة على كيان المجتمع ولأن اليوم يشبه البارحة في العراق ولأن الأجندة الخارجية هي نفسها تتحكم بالمشهد تدفع الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران ومن خلال حكومة السودان إلى تجنيس مئات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان بدوافع طائفية وأخرى تمس جوهر التركيبة السكانية للمجتمع وفقا لتقارير الصحفية حيث تؤكد التقارير أن أحزاب وميليشيات إيران في العراق تدفع باتجاه تشريع قانون يعطي الأجنبي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية العراقية مما يعني تساهلا في منحها مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006 والذي يشترط إقامة الأجنبي بصورة مشروعة داخل الأراضي العراقية لمدة لا تقل عن عشر سنوات كما ينص القانون على أن لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق تجدد الحديث عن احتمال تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية العراقية أثار ردود أفعال واسعة حذرت من تهديد تركيبة البلاد الديمغرافية ومحاولات طمس هويتها العربية بينما تلتزم رئاسة الثلاث في العراق الصمت تجاه وجود تحركات راهنة لتمرير التعديلات المقترحة والتي لم يتمكن البرلمان من تمريرها عام 2019 جراء خلافات سياسية التجنيس الطافي الحاصل كما يصفه محللون يقابله مشروع هجرة ونزوح قصري لقرابة ثلث سكان العراق في الوقت الذي ما زال آلاف العراقيين يسكنون الخيام لأن السلطات الحكومية تمنعهم من العودة إلى مدنهم أما القوانين التي يراد شرعنتها تبقى مثار شكوك ومخاوف شعبية طالما أن الفجوة على أقصى اتساع لها بين المواطن والسلطة ترجمة نانسي قنقر